اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة فيديو جديد والنهاردة هنكمل سلسلة توقعات الأبراغ لعام 2021 وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن برج الأسد لعام 2021 زي ما احنا عارفين برج الأسد بيجي من يوم 23 جولاي لحد يوم 22 أوجست فكل موليد برج الأسد عايزاني مراكزوا معي النهاردة عشان أقول نصايح وتحذيرات هامة جدا جدا تخص كل موليد برج الأسد في العام الجديد طبعا كالعادة عايزكم تعملوا لايك للفيديو وتابعوني على السوش الميديا بتاعتها على انستجرام والفيسبوك وتقولوني بتابعوني من فينو انتو برج ايه برج الأسد أنا شايفاكم بتنهو سنة 2020 بنجاحات برج الأسد عندكو اتشيفمنتس عندكو انجازات عندكو نجاحات فسنة 2020 نهايتها تبقى نهاية سعيدة على فكرة يعني شايفا نهاية سنة 2020 نهاية جميلة نهاية طيبة نهاية فيها فرحة وفيها سعادة طيب ايه لو احنا هنوصف سنة 2021 في البرج الأسد هنوصفها ازاي هنوصفها بان هي سنة التغييرات سنة المفاجآت سنة تغيير المصار سنة منعطف طريق يعني برج الأسد السنة دي سنة مهمة جدا سنة زي ما يكون يعني هتغير اقدارك فيها هتغير مصيرك عندك مفاجآت كثيرة عندك تغييرات كثيرة في كل حاجة في كل حاجة في علاقتك العطفية في شغلك في اجتماعياتك ففيه يعني فيه يعني هو اكيد هي سنة تغييرات انا مش هكون صادمة بس تغييرات كثيرة فيه تغييرات هتأثر على حياتك تغييرات هيبقى عندك مسؤولات كبيرة جدا هيبقى عندكو شوية عكوسات او شوية ضغوطات او شوية تحديات او شوية قيود لحريتك بس تبقى حاجة مؤقتة وانت هتقدر ان انت تتحرر منها وتقدر تكبر وتقدر ان انت برج الأسد من الأبراج اللي شاطر في التحدي يحصلوا التحديات بارة في ينافس بارة في يكوم تاني عندكو في العمل نجاحات ادلاج انا مش انا عليكم في العمل بالعكس عمل وفلوس انا شايفاكو محظوظين شايفا выجاوكو فلوس حلوة او عندكو تقدم ممكن يحصل تغييرات في العمل او عندكو تقدم يحصل تغييرات في العمل ممكن تغيرات في العمل يعني شوية تغيير يعني تغير وظيفتك انا شايفا بنسبة كبيرة مموريد برج الأسد يحتمال كبير جدا живوما يغيروا وظفتهم وانت تسيب شغلك وتروف شغل تاني ممكن يكون افضل بس انا شايف فيه تغيير هيحصل لبرج الاسد مطلوب ممكن ان انتو تتأنوا وتصبروا في اتخاذ اي قرارات مالية اي قرارات عملية لازم يا برج الاسد قبل ما تاخد اي قرار تتأنى عشان ما يحصلش عندك مشاكل حاول ان انتو تبتعدوا كل البعد عن اتخاذ اي قرارات مالية او قرارات مشاريع او امضاء وقود في الفترة ما بين فبراير وابريل فبراير وابريل ممكن يكون في مشاكل يعني ابتعد عن اي تغييرات في المرحلة دي ابتعد عن قرارات متسرعة ابتعد عن اي حاجة يعني اي عشوائية حاول ان انت تكون متأني الصبر يا جماعة عندكم انطلاقاء انا شايف ان الاسد عنده استصمرات كويسة وعندك ممكن تشتري حاجة مهمة تشتري بيت جديد تشتري فيلا تشتري عربية بس عندكم حاجة هتشتروه في حاجة مهمة كنفسك فيها تشتريها انا شايفة في شوية صراعات او مشاكل ممكن تحصل لك عندك او او اف كتير بس انت قادر ان انت تواجه كل التحديات دي بورج الاسد انا ما بقلقش على بورج الاسد خالص شايفك بتبتعد عن روتينك زي ما قلت ان انت عندك تغييرات فبتري عندك حاجات انت كنت متعود عليها او روتين انت كانت حياتك موجودة فيها فانت هتبدأ تبتعد عن هذا الروتين هناك العديد من الاشخاص اللي هتتصدم فيهم اشخاص ذلك ممكن تكون كنت بتعتمد عليهم كانوا بيسابورتش كانوا بيقدمولك دعم كانوا بيقدمولك حب كانوا بيقدمولك بيزقوك فالاشخاص دي ممكن يبتعدوا عنك ففيه اشخاص هترحل من حياتك وفيه اشخاص هتدخل تاني حياتك فهيبقى عندك ايه يعني ايه اجتماعية حتى حتى الاطفال اللي في المداريس حتى اللي في الجامعات هيبقى عندكوا ايه زي اصحابكو الامتين سيتغيروا انا بقول ان هي سنة تغييرات ااا صادمة بجد يعني ااا طيب ااا انا كمعين تعلمون الكلام عن المستوى العاطفي على المستوى العاطفي ااا انا شايفة ان اف كتير بالنسبة لناس المرتبطين يعني ناس المرتبطين هي ممكن يحصل فيها ااا شوية تحديات او شوية عقوسات لان فيه تأثير كوكب زحل وكوكب المشتري بيعمل تأثير ااا يعني ممكن يبقى فيه مشاكل ما بينك وبين شريك حياتك ليه بقى انا شايفة مشاكل دي ممكن تكون من حياتك انت لان انت very demanding بورج الاسد متسلط غيور بتبقى عايز تماشي رأيك فانا شايفة شريك حياتك ممكن يبقى بيجي في مشاكل اااا وممكن انت لها تعمل حاجات تخليه غير فانت بتغير عليه ومش بتتقبل غيرته دي هتبقى مشكلة رأسية جدا بتدور حوالين الغيرة فانتبه من النقطة دي يعني شريك حياتك انت بتغير عليه وبتخاف عليه وبتبقى غيور جدا جدا معاه وانت مش عايزه هو يغير عليك فشايفة ان في مشاكل ممكن تحصل من النقطة دي انت غيران على شريك حياتك وعايز تتصلك عليه عايز تتخنقه عايز تسيطر عليه وهو مش هبقى متقلب عشان كده مطلوب منك ان انت تكون اكثر مرونة اكثر فلكسبلتي اكثر تجيل مساحة بتاعته تدي له السبايس بتاعته تدي له الصقة حاسس ان انت واثق فيه وتقلل علاقاتك لو انت رجل او مرأة وتقلل حاجات اللي تخليه غير عليك لانها شايفة ان ايفن البارتنر بتاع برج الاسد شايفة ان هو ممكن يكون بيغير عليه الناس 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 مع برج الاسد شايفة ان عندكو حيرة شوية ممكن يبقى عندكو اختيارات كتير هتبقى محترين ما بينهكو ما بينها عندكو فرص للارتباط في 2000 يعني كاينك انت هتشيل ناس كنت بتخدعك او ناس كنتش موسوط معاها علاقات طاقسك وهدخل عندك علاقات كويسة افضل فترات الارتباط هنلاقيها عندنا في شهر اكتوبر وشهر نوفمبر وديسمبر يعني اخر 3 شهور في السنة او الكوارتر بتاع يعني فبروري مارش ابريل يعني الكوارتر ده او الكوارتر ده يعني ربع سنة ده او ربع سنة ده او اعيزا صاحبه اسمه وليد برج الاسد ان هم ديبكي قوي يعني هم ممكن يلاقوا فرص قدامهم فيضيعوها خلي بالك يا برج الاسد فيه فرص ممكن تجيلك في الارتباط وانت يعني بسبب ان انت بيرفكشنست قوي او انت بتحب الحاجة بيرفكت جدا وانت عندك هاي اكسبكتشن تضيع فرص في الارتباط انا شايفها كانت ممكن تكون فرص ناجحة جدا بالنسبالك بس انا شايفة ان عندك حيرة ما بين اشخاص كتير يبقى عندك معجبين كتير يا برج الاسد وانت محتار ما بينهم مطلوب منك يا برج الاسد ان انت تعمل زي بلانك جود بلانك تخطيط ناجح عشان يبقى عندك نجحات في عملك مطلوب انك انت تخطى بتخطيط ناجح انا شايفة ان الاسد عنده نجاحات مهنية ونجاحات مالية كبيرة جدا جدا زي ما قلت فيه ربع كده حسن انت هيبقى عندك اللي هو في الربع التاني يعني اللي هو شهر تلاتة اربعة خمسة دولت شايفة عندك نجاحات عندك ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مشاريعك الحاجات دي انا مش المصر الاولية المبكي بقى فيه شوية تحديات او شوية عرقيل او شوية مشاكل شايفا ان هي سنة مالية جيدة يعني جالك فلوس حلوة بس انا مش شايفا ان الاسد بيحوش فلوس سندي يعني جالك فلوس كتير بس الاسد مبذر يعني اسد الميزاني يا جماعة الله اكبر عليهم ادي لهم اربعة عيون خمسة مليون جنيه كده تك 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 يفار تكون في الأخضة فانت جالك فلوس حلوة بس انا شايفاك بتصرف على شكلك على style بتاعك ممكن عربية تغير عربية فهيرة فارهة حاجة جديدة يعني طيب عندكم ممكن يكون عندكم فيه صفر ليه علاقة بالشغل بس انا شايفا ان الاسد عنده يعني perfect financial conditions يعني عندك يا برج الاسد ظروفكم مادية لطيفة فيه نجاحات في العمل فيه نجاحات في المادة صحيا يعني انت قردي عاد عليك ممكن مشاكل صحية بس انا شايفا ان ممكن بقى مطلوب منك متابعة حالتك الصحية شوية بس انت حالتاق الصحية ممكن يكون حكم فيها مشاكل وايشيوه و 2021 انت تخططها قردي يعني عديت من المرحلة الاصطعبة دلوقتي مطلوب منك ان انت تFalıoup up وتخلي بالك من صحيتك ا انا بس يعني بحذر الناس المرتبطة برضو بالعلاقات الon off يعني الناس المرتبطة او الناس متجوزين ممكن تبقى عندكو علاقات on off شوية او انت كمان علاقتك بشريك حياتك ممكن يبقى فيها on off يعني علاقتك العطبية بالنسبة لناس مرتبطة ممكن يبقى فيها شوية عدم توازن شايفة كمان ان بورج الأسد عنده تحرر تحرر من حاجات كتير قاوية هتحرر مثلا حاجات كيف تضايقك في نفسك هتحرر من قيود هتحرر من مشاعر هتتحرر من معتقدات هتتحرر من الروتين انا شايفة كمان اسد عندهم فرصة لتغيير العمل يعني ممكن بنسبة كبيرة جدا يجيلك فرصة عمل افضل مكان اللي انت فيه و специالي لو في حاجة لها علاقة بالcommunication يعني تشتغل حاجة بتعامل فيها مع جمهور بتعامل فيها مع business بتعامل فممكن يجيلك فرصة عمل مع ان انت ما عندكش ما يقول ان هي سنة تغييرات حاسمة وتغييرات مصرية وتغييرات غير متوقعة فممكن انت تكون مبسوط شغلك جدا دلوقتي وحاس ان انت نو وي نو وي ان انت تروح شغل تاني بس انا اعتقد ان انت ممكن يا برج الاسد تروح شغل تاني انا شايفة كم برضو ان هي سنة تعليمي شايفة عندكم ان انتو بتعلموا حاجة جديدة بتعملو مهارات جديدة ممكن تعملوا master's تعملوا دكتوراه تعملوا تدري تغيروا مجال دراستك وتغيروا مجال شايفة مثلا ممكن تبقى بتشتغل حاجة عشان تخدمك في شغلك شايفة فيه فيه تغيير في مجال دراسي بتتعلم حاجات جديدة بتتعلم يعني شايفة الاسد بيشتغل على نفس educationary او بتطور في نفسك تعليميا فشايفة ان انت بتجدد مثلا مواهب عندك بتطور مواهب عندك عندك تطوير لذاتك investment في نفسك هو الاسد بجد انا احبه الاسد عشان حتة دي فيه الاسد من الناس في نفسه الاسد من الناس دايما بيشتغل على نفسه هو perfectionist يعني بحبه كل حاجة perfect وكاملة فعشان كده هو دايما من الناس اللي هتلاقيه دايما بيتطور دايما بيبقى افضل دايما بيبقى عايز كل حاجة perfect حواليه انا شايفة عندكو بارك كمان زي ما قلت مهنيا موكيب بقى عندكو فرصة يا اما ان انت تغير شغلك لمكان افضل يا اما عندك ترقية في المكان اللي انت فيه يعني هتغير يا اما من شركة لشركة من مكان لمكان او جوه المكان بتاعتك هيحصلك promotion او هيحصلك ترقية هيحصلك upgrade او هيحصلك ان انت تاخد مكانة اكبر او title اعلى ممكن كمان تمسك مكانة اجتماعية يعني مثلا تاخد موقع شرفي حاجة ليه علاقة بجمعيات خيرية تمسك حاجة فيه حاجة ليه علاقة بجمعيات اجتماعية يعني زي ما قلت ان لأ انا شايفة ان هي ان انت كأنها سنة البناء كأنك انت تبني سنة او سنة العمل عندك عمل عندك تحديات بس انا شايفة ان الاسد بيعرف يقوم من تحديات الاسد من الابراج اللي بيعرف ان هو يسند نفسه يقوم وانا بحب الاسد قوي يا جماعة الاسد fighter يعني الاسد من الابراج اللي مهما ان وقع بيقوم تاني مهما ان حصلت عنده مشاكل تحديات هو شخص قوي شخصية قوية شخصية قيادية فهو ما يتخافش على الاسد اطلاقا شافيك هتعدي بتجارب جديدة هتعدي يعني هتاخد experience قوية وهتعدي بتجارب جديدة جدا هتعدي هيحصلك هيحصلك زي ممكن بتخصمك رجات كده هتديك قوة بعد كده اوكي يا اسد فيه تلات شهور انا عايزاك وتخلي بالكم منهم بلاش تاخدوا اي قرارات مالية بلاش تاخدوا اي توقيع عقود خلي بالكم في توقيع عقود خلي بالك على حقوقك يا برج الاسد اللي ممكن حد يكون بيحاول يخدعك ياخد منك حاجات تلات شهور دولار اللي هما شهر سبتمبر وشهر اكتوبر وشهر جون اللي هو شهر ستة واقل شهر سبعة يعني نصف سبعة دولار تخلي بالكم من اي قرارات لها خاصة بتوقيع عقد يعني او بيع وشرة او مثلا حتى تغيير شغل يعني خلي بالكم الحتة دي طيب عندكم برج الاسد زي ما قلت ممكن ناس تصدمكم يعني ناس انتو هتتتصقوا فيهم قوي هتتصدموا فيهم فعندك ناس كتيرة هتخرج من حياتك وناس هتدخل حياتك يعني ممكن اصدقائك قريبين منك هتبتعد عنهم هبطل تكلم معاهم هبطلوا قريبين منك وناس جديدة دخل حياتك هيكون عندك علاقات قوية جدا باشخاص ذوي سلطة عندهم سلطة عندهم نفوذ عندهم عندهم طموح عندهم نجاحات عندك اجتماعيا هبقى عندك صلة قوية جدا جدا باشخاص ذوي سلطة يا برج الاسد هو الاسد على فكرة بيحب الباور بيحب النفوذ يعني طيب في برضو الحاجات اللي خريبة لك ممكن يحدث حدث يخص العيلة حدث مهم تغيير مهم يخص العيلة يعني ممكن مسلا حد يسافر حد يغير بيته حد يغير مكان اقامته حد يسافر يهاجر عندك احداث ممكن تحصل يعني العيلة فيها احداث كثيرة لخبطة ممكن تحصل سنة 2021 فعشان كده خلي عندك اهتماء اكتر بعيلتك يا برج الاسد خلي اهتم باهلك اهتم بعيلتك حاول تكون قريب منهم حاول انت ما تبتعدش عن العيلة انا جمع البتاع ده الكاملس عملها بتجري قدامي عشان ده live كده يعني موترني شوية طيب فحاول ان انت تسيطر على كل الامور عندك يا برج الاسد الخاصة بالعيلة وحاول انت تكون قريب من العيلة الفترة الجاية دي تحاول ان انت تهتم بالعيلة عشان شايف عندك شوية تقصير عندك تغييرات قوية يعني هي سنة تغييرات بجد ممكن تغير ناس كتير في حياتك يعني ده تأكد منها حتى نظرتك للناس دي هتتغيرها فيه ناس كنت بتحترمة ممكن تحسن انت نظرتك ليه متغيرت ناس كنت بتحبهم تحسن انت بطلت تحبهم وناس ما كنتش بتطقهم هتبدأ تحبهم فيه حاجات كتيرة جدا هتتغير لفترة الجاية لها علاقة بالاشخاص الموجودة في الخلاصة هي سنة كبيرة سنة مليانة تحديات سنة جزري في حياتك يا بورج الاسد جزري بجد فيها تحويل اتجاهاتك تحويل مساراتك انا شايفة ان فيها احداث جزرية ممكن تأثر على حياتك شايفة فيه تكريم شايفة فيه نجاحات عملية يعني انت اصلا على فكرة الاسد من اكتر الابراج اللي بتنجح في العمل وتنجح في المال يعني هم رجال اعمال شاطرين جدا مديرين شاطرين جدا فانتو بتنجحوا في المال بس يعني الحاجة الوحيدة اللي عايزك تهتم بيها هو العيلة وهو ان انت ما تاخدش قرارات الارتباط بسهولة يعني خليك خليك صبور او قيم اللي قدامك كتير ما تبقاش متسرع لان انا شايفة ان انت ممكن تبقى متسرع في ان انت تدخل علاقات جديدة فده يخليك تختار غلط زي ما قلت ممكن يحصل زعل ما بينك بين الناس مقربين منك يعني اصدقاء كتير ممكن يعني بس بقهبك عشان ما تتصدمش يعني ياس ممكن تبقى قريبة منك جدا جدا يدخلوا ناس تخرج فعندك علاقات جديدة مفيش مشكلة عندك تحديات كتيرة بس انت هتتغير للأفضل يعني شايفة كده بس يعني فانا شايفها سنة التغييرات بس خليك استعد للتغييرات قوية الناس عايزة تغير شغلها I think it's opportunity شغلكم بشكركم يا ربي القراءة تكون عجبتكم انا بحبوكو جدا يا برج الأسد انتو برج trustable بالنسبالي وبعدين انا اصلا لزقة في الأسد انا عزراء قريبة من الأسد فانا في حاجات من الأسد طبعا يعني استنونا بقى انا هنكلم عن الأسد كل شهر هنعمل قراءة شهرين ان شاء الله بإذن الله انا بس نصيحت لكم يا برج الأسد علاقاتكم الاجتماعية ركزوا فيها جدا الفترة الجاية انتو ناجحين في شغلوك يعني منديش مشاكل معاكو في الشغل او في الفلوس عندي مشاكل اجتماعيا يعني شايفة انتو ممكن تكونوا متضايقين اجتماعيا الفترة دي فعايزاكو تهتموا باجتماعيا بعلاقاتكم بالعيلة بالأصدقاء بالناس اللي في حياتكم يعني وبطل شوية يا برج الأسد تبقى demanding او عشان دي حاجة ممكن تضايق ناس منك وتخليهم يخرجوا من حياتك تانك يو يا برج الأسد بحبكو اوي 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 بتمنالكو السعادة بتمنالكو الصحب وبتمنالكو كل حاجة كويسة قلولي هل سنة 2020 كانت عاملة معاكو ايه وقفلت معاكو ازاي وهل ارتباطاتكو كانت فيها مشاكل كتيرة عاطفة فيها وعلاقاتكو كانت مزعجة في سنة 2020 ولا لا بليز ما تنسوش تتبعوني دايما عشان تعرفوا كل جديد تانك يو باي